استمراراً لمشوار الجهود الأملية يدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نينوى في زيارة رسم الخطوط وإعداد الخطط ليس لشهر رمضان المقبل فحسب بل تعزيزاً لجهود العمليات المشتركة في استقرار المحافظة وتفعيل الجهد الاستخباري وتأمين السدود والمناطق الحدودية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية الزيارة حملت في طياتها تفاصيل الاهتمام والتجديد على خدمة المواطن في الموصل والتي حملت عنوان تحويل نينوى إلى تجربة ناجحة على مستوى العراق وتهيئتها لتكون وجهة سياحية عربية وعالمية زيارة مكتملة من جوانب أمنية وخدمية ومتابعة للرقابة الحكومية على الواقع الخدمي والصحي للدوائر المحلية قراءة مفصلة لأهم المعوقات والعقابات التي تواجه العمل الخدمي في سبيل احتياجات المحافظة وتأهيل البنى التحتية فيها ما يعزز خطوات العمل الحكومي الجاد الذي يستمر على نهجه رئيس مجلس الوزراء وهو يتحدث بلسان الوجوب والتوجيه للمسؤولين لاستكمال مشوار التوجيهات وتحويلها إلى واقع تلمسه الموصل تلك التي تتحرك ببطء شديد من واقعها المنكوب نديجة الإرهاب الذي عصف بتاريخها وجمالها وأرواحها فيما يتعطش من فيها اليوم إلى تحليك عجلة الإعمار والتأهيل ونفض غبار الموت التي ما زالت رائحته متجذرة فيما تبقى منها تحت الموت ترجمة نانسي قنقر